موسيقى نسبت للعالم إننا موجودين جايين من كل مكان ورحل نصبين عايزين نسبت للعالم إننا موجودين جايين ورفعين شعرنا في كل مكان أفرقيا ما اكتشع بأصل كل الكيان عاوزين ننقر ونعلى ولسه كمان أهدفنا كتير ولسه مكملين قلب واحد حلم واحد عافرها توصل ما في الشيء مستحي قلب واحد حلم واحد كلنا جايين عشان تبط الجيلي قلب واحد حلم واحد عافرها توصل ما في الشيء مستحي قلب واحد حلم واحد كلنا جايين عشان تبط الجيلي 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 قلب واحد حلم واحد عافرها توصل ما في الشيء مستحي قلب واحد حلم واحد كلنا جايين عشان تبط الجيلي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة من قمة تمرغت فيها الكرة المصرية في الوحن يأتي الضوء من طائرة الاهلي ابراهيم اهلا بك باشماندس اهلا بك اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة فعلا انتهينا من قمة الطين بكل ما فيها من حسابات المكسب والخسارة اللي هنستعرضها بالتأكيد بكل تفاصيل بالاضافة الى ما فيها من ظلال يمكن ان تكون مؤثرة على الفترة القصيرة اللي جاية لكن من قلب كل هذه الالتدعيات يأتي الضوء الشارد الوارد والواضح والظاهر من التزامات الاهلي الوطنية وعلى رأس هذه الالتزامات ان يمد الاهلي يده للقارة الافريقية الشقيقة الى كل اصدقاء القارة الى كل ابناء القارة لينبع من قلب النادي الاهلي ومن قلب مصر هذا الهتاف وهذا النداء افريقيا قلب واحد على هدف واحد وبحلم واحد وبحلم واحد وعده ودود اهلي دايما تجدوه حاضر بالمستوى الذي يليق به وبمصر يعني انا فخور جدا باللي بيحصل هذه الايام في النادي الاهلي من حراك رياضي جميل جدا كنت يعني زي زي العشرات من الملايين يأملوا خيرا في قمة كروية ممتعة الاهلي وزمالك في احسن حالتهم الفنية من سنين ما توجهوشهم في الحالة المتكافأة الفنية العالية والعناصر اللي يزخر بها الفريقين والاهلي عمال بيتقدم كنا منتظرين ان يعني القائمين على شؤون الكرة يهتموا نفس اهتمام الشارع المصري بهذه المباراة لكن يبدو ان الضحايا كان الفريقين والجناه تفضل تفضل مجهول مش معاول هل الفعل مجهول 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 ايه مجهول ازاي هل قمة الطين قمة بكل تفاصيلها قدرية نتجت او تسببت فيها هطول الامطار ولا اصرارنا الغريبة على ان احنا نلعب المباراة تحت اي ظرفه في اي مكان بهذه الطريقة من المؤكد ان فيها لا 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 انا عايز لعف عندي كلمة دي استاذ ابراهيم الحقيقة يعني اه فكرة ان المباراة تقام تحت اي ظرفه بتاعة دا كلام مش صحيح ايه ده احنا نخذنا المباراة لهذا الظرف بالظبط احنا نقينا الملعب مممم الغير مناسب اطلاقا لهذا الظرف ونعلم ان هذا الظرف سوف يحدث ممممممممممممممممممممممممممممم لم يعبقم احد بسمعة الكره المصري ولا ان هو وقبليها كان فيه اه اه دربي رائع اه الناس كولا عملتوا شبه ممممممممممى تأكيد أننا سنستعرض هذا الملف الكوروي بكل عبله لأنه للأسف ملف الكورة كل طين كل طين من فايد هذا اللقاء الموحل جداً اللي حدث في لقاء الأهل والزمالك لكن نقطة الضوء الواردة والبارزة جداً في تنظيم الأهلي لبطولة أفريقيا للكورة الطائرة للرجال البطولة اللي انطلقت النهاردة بعد النجاح الكبير لطائرة السيدات وبعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا للسيدات قبل أيام جاءت دورة على الرجال عشان ينظم الأهلي هذه الاحتفائية الكبيرة جداً بالأشقاء الأفريقية وانطلق من قلب النادي الأهلي هذا الهتاف وهذا الحلم الواحد لأفريقيا متسقاً الأهلي في أهدافه الوطنية الكبيرة مع التوجه العام لمصر في هذه الفترة اللي رجعت تقود للقرة الأفريقية مصر ترأس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة سعب فتاح السيسي يرأس هذه الدورة فلما مصر تتجه بكل ثقالها وبكل قيمتها وبكل تاريخها نحو قراتها الأفريقية تكون يد الأهلي الرياضية ممدودة إلى الأشقاء الأفريق من المؤكد أن المشهد الأفريقي فيه تفاصيل كتيرة معنا على الهاتف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة دكتور مهند أهلا بيك أهلا وسهلا سيد إبراهيم وأهلا سيد عدل القاعي ومحشنة جدا والله ابننا الجميل اللي مشرفنا واللي بيمثل مفاجأة سعيدة جدا كل مرة يتصدى للعمل يعني كيف جاء هذا اليوم الله يخليك أهلا سعيد جدا بكلام حل ريتك وإحنا طبعا نتعلم منكم يعني احنا كلنا رجال متواصلين وحابب طبعا أشكر ناس جدا هي اللي وصلتها للبرحلة دي على رأسهم طبعا الكافة المحمود الخطيب ومجلس الإدارة اللي فعلا داعي بينا بشكل كتير وفعلا بينا كشباب إن احنا نبدع وإن احنا نبتكر وإن احنا نقيم شغلنا وبعد ذلك نرجع نصلح تاني يعني أشكرهم كلهم جدا طبعا والحمد لله ردود أفعال الناس على اليوم النهاردة وعلى الافتداح بتخلينا ننسى التعب والمجهود اللي احنا كنا فيه الفترة اللي فاتت وربنا إن شاء الله يتلل مجهودنا بالتسويق بإذن الله إن شاء الله يمعشوا يبغي إن شاء الله كم فريق اشترك يا دكتور مواني احنا اشتركنا 22 فريق في البذورة دي ويمكن ده ثاني أكبر عدد لفريق متشركة وكان أكبر عدد لفريق متشركة النسخة الماضية على طول اللي برضو صرف النادي الأهلي بإنه يحتضل النسخة دي وكانت 24 فريق الافتتاح النهاردة كان مع نادي من من ساحل العاج المباراة جاءت طيبة على فكرة وأقدم الأهلي عرضا طيبا يرضي الحاضرين لكن كمان الأغنية المنطقة بعناية جدا احنا ذعنا جزء منها في مدخل البرنامج بيتطفق تماما مع الزرف الذي تعيشه مصر الآن في احتضانها للأشقاء الأفارقة ورئاسة مصر للإتعادل الفريقي والله طبعا إحنا دي كانت إن شاء الله الأغنية دي يعني تبقى آيقونة الناس كلها تتذكرها دائما وتتذكر البطولة دي حبينا دائما على المرات دي نحن نكون مختلفين شوية نخرج عن المألوف تفكرنا أنه ليه ما نعملش أغنية رسمية على غرار كاس العالم وبطولات العالم والبطولات والأولمبياد فليه كاس أبطال أطرخيا لكورة طار للأندية الأبطال دا حدث كبير جدا في القرى الثمراء إذا ما كانش الحدث الأكبر بالنسبة للقرى الثائرة فكرنا إن إحنا نعمل حاجة زي كده تبقى في الذاكرة وفي نفس الوقت نوصل رسالة إذا ما كانتش توصل عن طريق قصر أوي نادي الأهلي فهتبقى توصل عن طريق نين يعني إن إحنا كان هدفنا إن إحنا نقول إن إحنا كلنا في القرى الثمراء على قلب الرجل الواحد وإن إحنا طموحاتنا واحدة ومشاكلنا متشابهة وصعوباتنا متشابهة فزي ما كناش نبقى مرايبين مع بعض ومرايبين من بعض حنبقى يعني مش حنبقى نتقدم تطوى فإذا كانت الفكرة في الأغنية الحمد لله يعني كده دكتور مؤند إنت قدمتلي مفاجأة جميلة جدا دلوقتي يعني هذه الأغنية منتجة خصيصا للبطولة يعني النادي الأهلي هو اللي كان وراء إصدار هذه الأغنية دي أغنية رائعة يعني لما تخشي في إطار المشهد العام ولا أروع يعني لا شبعاً تعملت مخصوص للبطولة دي كإضافة للأحجاس اللي في البطولة أو حاجة تبقى للذاكرة حاجة الناس كلها تتذكر بيها البطولة وإذا قلت حضرتك إحنا نعمل حاجة خارجة عن المألوف وبرة صندوق زي ما بيقولوا دي المساحة اللي أنا بشكر في عليها مجلس الإدارة إن هو بيدينا المساحة إن إحنا نبتكر لا طبعاً للفترة فائدة إحنا تعبنا جداً جداً بإن إحنا نعمل الأغنية وتبقى ملأمة للرسالة اللي إحنا عايزين نوصل لها وعايز أقوله حيك إن بالتحاد الأبطيخ للكرة طايرة متعيد جداً بلغنية وبمعناها اللي ما كانش متوقع طبعاً اللي إحنا زعت لأول مرة في الاتداع لأنه هو دايماً كان بينادي بالرسالة دي ويمكن اللجنة الإعلامية للإتحاد الدولي لكرة الطايرة طلبت فينا فوراً بعد الاتداع يعني السورس أو الإكسبورت بتاع اللغنية كليم فيد زي ما بيقوله عشان تستطيع هي تنزلها على قنواتها إذا كانت على السوشيال ميديا أو كل المناطقات الإعلامية بتاعي ودي طبعاً أعتبر نجاح كبير جداً للإفتاح وللبطولة بقول طبعاً بشكر كل الناس اللي تحبوا عشان يطلعوا حصل الإفتاح في الشكل ده وبقول أن اللجان والقيادات والإدارة التنفيذية بيبان دورها في البطولات في يوم الإفتاح ويوم الورعة من العملية التنظيمية والجانب الفني للفرق الفرق بتشارج بيبان في اليوم النهائي للبطولة بالتسويق باللقب إن شاء الله فبإذن الله نكمل البطولة بإذن الله يوم عشر يبين إن شاء الله إن شاء الله دكتور مهند طبعاً وجود حاجة كبير من الأفارقة في مصر في التوقيت ده نحن بنكلم على 21 نادي بالإضافة للنادي الأهلي هل تم الترتيب مع هاي التنشيط السياحة أو أي جهات سياحية مسؤولة عشان يتعمل برنامج يرحب ويقدم حاجة لمصر طبعاً نحن نشغلين دي كانت دي المرحلة الفعلة نحن نكتبها سيناء كده أو يعني حقيقة مواكب معنا التفكير نحن كنا عايزين نصلى على الأول الاتتاح بالشكل اللي لي بالنادي الأهلي وبالقرار الأفريقية ونحن ممثلين للتحاد الأفريقي طبعاً نستطيع أن نفكر في المرحلة الثانية وهي فعلة ما حالك بطول إن نحن نبتدي نستفيد من وجود الفرة الرياضية في تنشيط السياحة وخصوصاً بعد ما مصر بقت يعني هي رئيس الاتحاد الأفريقي وكمان هزاخنا على تحديات كبيرة زي كافة الأهم الأفريقية كل ده بيوري النهاية المناخ العام في مصر قد هيه هو مفتيد جداً وصحي لو إحنا عايزين ويطلع كده ولو عايزين نحن نظهره بشكل إيجابي وما فيش أفضل من النادي الأهلي إنه يقوم بدوره المجتمعي فيه إنه يبقى ضلع مهمة من الأضلاع اللي بتكمل الصورة بما إنه هو صاحب الرياضة في الرياضة تمام وأنا عندي اختراح بقى يعني عشان نستفيد من هذه المفاجأة الصارة يريد الأغنية دي تترجم وتتغنى باللغات مختلفة وكل فريق ياخد سدهاية حلوة يرجع بها كده أو كل التحاد عنده فرق مشتركة أو مشاركة ترجع بهذا بهذه الأغنية وهذا المعنى يعني يعني ما شاء الله واضح أنك أنا حاس أن حضرتكم كنتوا تريبا معنا وإحنا بنتكلف في الاجتماعات إحنا فعلا يمكن طرحنا حاجة سابق كده إحنا طبعا نبدر من أعمل في الوغنية إحنا نترجمها لللغة الإنجليزية وكانت توجودة في الكليب لكن في حسب عرضها وفصلها لك كنا بنترجم باللغة الفرنسية فجي مقترح فعلا من كتير من الأفريقية اللي تتكلم اللغة الفرنسية إن إحنا نعمل لهم ترجمة للأغنية لللغة الفرنسية فإن شاء الله يعني يعني تعيد جدا جدا إن إحنا ما شاء الله يعني كلنا في نفس الاتجاه ولن الأهل دماغ واحدة مهند صح 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 يا رب وياند تكون موجودة في الإزاعة الداخلية طوال المطشاط على الأقل في البداية يعني كل فريق مجرد ما ينزل يبدأ يسمع في خلفية الصالة الأغنية سواب الإنجليزي أو لو انترجمت للفرنساو إن شاء الله صحيح نحن بنحاول إنها تزرعها في عقول كل الناس اللي شاركوا بحيث إن أي حد شارك إذا كانوا إعلميين صحفيين جماهير أعضاء فرق رياضية مدربين يبقى مفصوط إحنا بنبصل لبعد عشر سنين عشر سنة إن حد يقول أنا كنت ووجود في الحدث دائما إحنا شغلنا بالاتجاه طيب الجمهور بقى دكتور يعني الجمهور عامل مهم جدا لنجاح أي حدث وحدث زي كده إحنا شفنا مجرد ما الجمهور دخل في الفاينال بتاع البنات فرق كتير جدا طبعا إيه اللي بيبذل من جهود في مسألة إن احنا يكون في حضور جمهير في البطولة دي إحنا طبعا نشغلين بأنا فترة على خدم نوصح المجلس بالكامل عارف دور وهمية الجمهور في البطولات اللي احنا بناخدها وعارف إنه هو دور الأساسي في حظ البطولات يمكن محلف نش الحظ أنه نلحق نوصل بعد المرسلات اللي ما بيننا ما بين الجهات الأمنية لأن هي الجهة المفوضة فإنها تقول لنا ممكن الأمور تمشي إزاي والقاليات إحنا اللي بنحطها كنادي أهلي ممكن ما حلفناش الحظ أنه نلحق قبل المباراة الستحية فكن الحمد لله وصلنا الاتفاق النهاردة إن احنا هنبتدي إن يشارك الجمهور معنا في المباراة اللي جاية فهيحي العدد هيكون مش العدد اللي احنا بنصبح أو بنعمل له تلتمائة حد من الجماهير ولكن دي دايماً بتبقى نواة وبداية وإن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة إن بعد كده هنيقدر إن احنا نبني بصور الثقة إن احنا نقول إن احنا قد إن احنا نحكم العملية بإن احنا مش الفكرة في إن احنا نقول العدد قد ما الفكرة إن احنا نقول الآلية اللي هيتمشي فيها العدد بحيث إن يبقى كله الإطار وإن احنا بإذن الله هنعلنه بكرة هنعلنه بكرة وهنعلن بإذن الله دخول الجمهور هيبقى من إمتى وإيه هي الآلية إن شاء الله إنما الأعضاء مسمح لهم مش كده آه طبعا أعضاء مسمح لهم الحمد للقر متواجدين انت هاردة بقوة وراء الفريق وكانوا عاملين يعني تطلق جميل جدا وإصادل بقى نكمل الصورة بوجود جماهيرنا إن شاء الله وأحنا نتمنى إن جماهيرنا ما يدوش الفرصة لحد يتلكك ويكونوا برضو هم باستمرار الجزوة اللي بينطلق منها كل أمل يعني بالضبط بالضبط إن شاء الله كل التوفية دكتور مهند والحلقة الجاية نكلمك والنجاح متواصل البرنامج تحت عمر أفريقيا إحنا تحت عمركم جدا لكم جزوة بالتوفية شكرا جزيلا للدكتور مهند نجدي أعضوا مجلس إدارة النادي ورئيس اللاجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال وأعتقد جزء من الأهداف أنت دايما بتنادي بيها بس جزء من الأهداف للأحداث الكبيرة أنت بتتسق مع الأهداف العامة للدولة بتقدم دورك الوطن المهم جدا بتفعل وتنشط علاقاتك مع الأشقاء وبتقوم بدور مهم جدا في تنشيط السياحة الرياضية لمصر في الفترة دي أنتم متخيلين 21 نادي أفريقي ببعثاتهم بأجهزتهم بإعلامهم يكونوا موجودين في وقت واحد بعد أيام قليلة من نفس الحدث للبطولة الطائرة للبنات مثل هذه الأحداث بالإضافة إلى ما تقدمه من دعم حقيقي لأهداف الرياضة ودور مصر الكبير في أفريقيا هي كمان بالنسبة للنادي الأهلي الأهلي بيصنع كوادر لاحظ أنه لاثنين رؤساء اللجنتين على التوالي من أعضاء المجلس تحت السن وقبل يوم السن اللي فاتت الجرح والضماطي وبرضو شوف مؤكد 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 ولا مهند مؤكد أصبحت استراتيجية سياسة وضحة المعالم للمجلس أنه يحلق كوادر أنه بيتيح الفرصة هو الكوادر يبدو أن هي موجودة يعني مخلوقة عايزة كانت تعبر عن نفسها طب اسمع الحوار ده واسمع يعني هاتلي واحد بقاله سواء المهندس صراج مجيه معنا أو الدكتور مهند وهم يتحدثون عن المسؤوليات المسؤوليات بتاعة الرياضة والمسؤولات اللي هي تهم الدولة وتهم مصر شو بيتحدثوا ازاي زي ما يكون واحد متمرس في العمل السياسي بقاله سنين بالضبط لغة منسابة سالسة أفكار مرتبة مفيش تلعصم مفيش ادعاء كله من القلب ولذلك أقول كلمة أقول لي إحنا فكرنا فيها يعني مش تايبين حاجة للصدف يا أستاذ إبراهيم حاجة تشعرك بالفخر أنا بقعد هنا فرحان فرحان في وسط النكد اللي واحد فيه نكد رياضي أيها إنه لهم يقدم ده إن فيه حاجة كده بتتخلق جوه نادي الأهلي وبتنمو بتديك الأمل بالضبط إنك تلاقي أعضاء تحت السن عندهم هذي وبعلى فكرة يا جماعة فكرة رئاسة عضو مجلس إدارة للجنة منظمة مسألة مش سهلة لا طبعا أنت مسؤول على الحدث كبير فيه 21 نادي بجدولهم بانضباطهم باعتماداتهم بفلوسهم بحكامهم بأكلهم بشربهم بسكنهم رئيس اللجنة ده بياخد قرارات كل لحظة في كل مشكلة بياخد قرار فأنتم متخيلين إنه بيقود حدث كبير فيه هذا العدد من الفرق هنا في وقت دي واحد عضو مجلس إدارة تحت السن شاب لسه صغير تحت التلاتين يكون عنده كل هذه السلطات وينظم حدث بالقيمة دي ويلقي تفاعل شباب النادي معاه هو ده الدور الكبير جدا مش يرازم بقى أستاذ مرهيم بس ده بيقولك يعني هو كان حريس أوف ألفاظه ويكررها عشان يأكد على المعنى أما بيقولك أشكر المجلس وكابت الخطيب اللي سمح لنا ولي إبداعاتنا أن تنطلق أيوة مؤكد أن فكرة الأغنية دي اعتمار هذا الإبداع تفكير طبعا تفكير برا صندوق تفكير مش تقليدي وتفكير صعبة ما تيجي تقولي أنا ممكن نجي أقولك نجي ممشهور يغني الأغنية دي يعمل لنا أغنية غيرناك بتقلف أغنية لحدث فيه معنى فيه موضوع فيه موضوع ما بقاش المطرب هو بطل القصة الكلمات المعنى المعنى طبعا المعنى يعني اللي بيتترجمه كلمات بالظلط وفيه صوت جميل بيقديه بإحساس وليحنا أجمل فكل حاجة معمولة مش هو مش شغل هو شغل ناس محترفة بجد متمرسة بجد شايفة سكتها بجد أنا بهني ولادنا وبهني النادي الأهلي بيهم لأن متى ما بيجي لك هذا بتشوف الصورة دي بتطمئين بقى طبعا بيجي لك وقت كنت متوقوش فيه لا هو النادي الأهلي هيفضل كده ملهم ومصنع أنه يصنع رجال حقيقيين يفهموا يعني ما سئوليتهم تجاه الدولة أنا استوقفتنا الصورة اللي الدكتور عمرو علواني جانب الكابتن الخطيب والأستاذ العمري فاروق ما هو الدكتور عمرو علواني أحد ابناء هذه المدرسة طبعا يعني غير انه كابتن للأهلي في الكرة الطائرة ثم يستمر عطاءه في مجلس نفس النبت بنفس المشوار يصل به إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفضل ومشاهم إسلام هائل في هذا المجلس من خلال تقديمه الدكتورة غانية اللي عايش هذا الفكر والتوهج الرياضي الدولي والإقليمي والمحلي حاجة حلوة هي دي مدرسة الأهل الرياضية هو ده الدور الوطني اللي نادي الأهل بيلعبه هي دي الأهداف الكبيرة بعيدا عن المشاحنات والملاسنات والدوشة اللي انتو بتلاحظوها وبتابعوها مات حاجة متعبة ومملة هناك من يتحدث ويتكلم ويثرثر وهناك من يعمل ويعمل لما فيه صالح هذا الوطن ومصلحة هذا النادي فأنا أعتقد مزيد من الدعم مزيد من المساندة بإذن الله الحضور الجمهيري يكتمل الفترة اللي جاية في مدرجات الكرة الطائرة كمان الجمهور اللي هيسمح له بالحضور يكون على نفس الدرجة من الوعي والالتزام علشان فعلا الصورة تطلع حلوة في النهاية لأنه بطولة بهذا الشكل وبهذا العدد وبهذا الزخم الكبير محتاجة في هذا التوقيت الدعم والمساندة من الجميع وللجميع لأنه حتى مجلس الإدارة وهو يمنح الفرصة لكل أعضاء المجلس هنلاحظ أنه قرر إسناد رئاسة بعثة الأهل لكرة اليد إلى المغرب إلى الكابتن جوهر نبيل جوهر نبيل واحد من نجوم كرة اليد الكبار في النادي الاهلي واحد من اللاعبين البرزين وكان عضو مجلس إدارة السابق في الاتحاد المصر لكرة اليد بيرأس بعثة الأهل اللي حتسافر إلى المغرب علشان تشارك فيه كأس السوبر الأفريقية بالإضافة إلى البطولة الأفريقية يعني بطولة كأس الكؤوس الأفريقية وقبلها كأس السوبر هيرأس جوهر البعثة اللي حتغدر القيارة الساعة الرابعة والنصف عصرا أو اللي غدرت بالفعل إلى كذا بلانكا ومنها إلى مدينة واجدة اللي هتستضيف فعاليات البطولتين ويدخل الفريم وعسكر مغلق استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي اللي حتكون أمام الزمالك يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله الأهلي ماركو فيتش بالمرة في سياق كرة اليد ماركو فيتش المدير الفني للأهلي أعلن القيمة المسافرة للمغرب لخوض منافسات كأس السوبر وكأس الكؤوس القيمة ضمت 19 لعب هادي رفعة ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعمر الوكيل بكر ومحمود عاصم ويوسف معروف ومصطفى خليل وعمر حجاج وعبد الرحمن فيصل وإسلام حسن وأحمد خيري وأبو الفتوح أحمد حماسة وأليكسندر سيمكوف وأحمد حسام ومحمود فايز وهادي حميده وإبراهيم المصري ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحمن حماسة هيشارك مع الفريق في كأس السوبر الأفريقي فقط على سبيل الاعارة من أو الاستعارة من سموح تسمح لي فضل عايز أشكر المهندس محمد فرج عامر لما طلب منه حماسة في قاعدة محطوطة ومبالغ مطلوبة لمثل هذه الإعارات أولا وفع على فور وبعدين تم مخطبة النادي الأهلي أن في مبالغ ستدفع نظير موفق سموح في هذا الأمر وبعدين من خلال مكالمة قال أنا مش عايز حاجة من النادي الأهلي أنا يعني قلبي مع النادي الأهلي في صراعه في كرة اليد وإحنا هندعى من النادي الأهلي ده تطوعا بحماسة ويعني رفض أن يتقاضى أي مبالغ كل التحال للمهندس فرج عامر لازم في حاجة حلوة تتقال يتشكر صحية الطائرة تتوهج وتنطلق اليد تنطلق وتسافر إلى المغرب كرة القدم على الصعيد الأفريقي شفوا قيمة النادي الأهلي في نفس التوقيت تعلن مجلة الفرنس فوتبول أعرق المجلات الرياضية حول العالم قائمة باختيار 30 لعب تصفهم بأنهم أفضل لعيبة في أفريقيا على مدار التاريخ على مدار التاريخ كرة القدم الأفريقية الفرنس فوتبول اختارت قائمة 30 كان من حسن التقدير للنادي الأهلي والنجوم أنه كابتن محمود الخطيب كابتن محمد أبو تريكا وأيضا عصام الحضري والنجم ليفربول الإنجليزي والدولي الكبير العالمي محمد صلاح أربع لعيبة من مصر في قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ كرة القدم في أفريقيا ده اختيار الفرنس فوتبول تحب تعرف الباي اختارت المجلة الفرنسية 10 لعبين ينتمون لأربع بلاد عربية في أفريقيا مصر والجزائر والمغرب وتونس مصر مطلقين مصر والجزائر كانت أكثر الدول المشاركة بلعبين في القائمة بينما وقع الاختيار على لعب واحد فقط من المغرب وتونس من الجزائر الفرنس فوتبول اختارت لاخدر باللوم ومصطفى دحلب نجم باريس سان جرمان السابق ورابح مجر نجم بورتو البرتغالي السابق بالإضافة إلى رشيد مخلوفي اللي لعب في سانتيتيان الفرنسي وتونس تم اختيار طارق دياب ومن المغرب اختير نور الدين نايبت بقيت القائمة بالإضافة للعرب نور الدين نايبت صديقك عزيز بودربالا ما تاخدش القائمة ضمت في الثلاثين سامو الاتو روجي ميلا توماس نكونو ايمانو اليدبايور كلوشا بواليا والسنغال الحاج ضيوف والإفواريون ديديه دروكبا ولوران بوكو ويحية توريه والغنيين مايكل إسيان وعبيدي بيليه والزنبابوي بروس جروبلر حارس المرمى الكبير والنيجريين نوان كوكان واستيفان كيشي وجاي أكوشا ورشيد يكيني والماليين سليف كيتا واسيدو كيتا ولعب الكونغ الديمقراطية نداي مولانبا والليبيري الكبير جورجو هي رئيس الليبيريا حاليا دي قائمة الثلاثين أربعة من مصر كابتن محمود الخطيب كابتن محمد أبو تريكا كابتن عصام الحضري ونجم النجوم العالمي المتقلق محمد صلاح ده أكبر تمثيل آه تاني بلد بعدين كودفار بالظبط فيها ثلاث والنيجيريا منها كمان نوان كوكان واستفان كيشي وكوشا ورشيد يكيني أربعة برد آه يعني ده اتساقا مع كل النجاحات الكبيرة لمصر في أفريقيا ودور النادي الأهلي في أفريقيا وهو دور تاريخي لما نبص على نشأة الاتحاد الأفريقي ودور رموز الكرة المصرية الأهلوية ودورهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي ونجاح البطولات تباعا هنعرف قد إيه جزور الأهلي ممتدة في أعماق هذه القرة العفية بإذن الله تعالى المؤنس عدلي أشار في البداية إلى ملف الطين واللي حصل في مباراة القمة الأهلي الأهلي خلاص فرغة منها وبدأ ينظف هدومه وبدأ يشيل أسار هذه المعركة وبدأ يدخل سريعا في مود الاستعداد لمباراة مهمة أيضا مع الاتحاد السكندري ستكون بكرا إن شاء الله في نفس الملعب ولنا عودة على نفس الملعب لكن كمان بعدها على طول ظهر اليوم التالي يوم الأربع يطير فريق الأهلي على متنطائرة خاصة إلى أقصى الجنوب في القارة للقاء سانداونز الجنوب الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا على متنطائرة خاصة باشواندس لراحة اللاعبين واختصار الوقت لقاسة البعثة الدور ده خبرة كانت ضد رندان أيوة سسكال درندان أمين السندوق وهنا الانتقاء لكل مهمة الملامح متاعدة أي وكل واحد يعني يعني تقول طاري أنديل يؤدي أحسن أداء عمل تقول إبراهيم الكفراوي صحيح يؤدي أحسن أداء صحيح العمر فاروق نشهر يؤدي أحسن أداء وده طبيعي لأن دول أصحاب الخبرة طبعا وخالد الدرندالي تقعوا دكتور راني علواني أحدث ولا حرق تخش بقى من النظامات وغهر والجرح وصراج ثم مهند والعلامي بقى خالد مرتجي خالد مرتجي ده بتاع إيه بقى العلاقات الخارجية الدولية الحاجات اللي فيها خالد مرتجي كشكون لغات يعني يعني موضوع اللغات ده مهم جدا في التواصل طبعا بانتخال كده يعني يروحوا أسبوع ما الذي يتعلموا اللغة بتاعتها فهم عندهم موهبة تحفظ اللغات أو التحدث باللغات تنوع رائع جدا في مجلس دارة النادي الأهلي ولذلك تجد التناغم دلوقتي بالذات في أحسن صوره كل واحد على قلب رجل واحد سياسة وحدة كل مع بعضه طلع كلام كتير لكن هادي احنا شايفين المحصلة محصلة إنشائية هيلة مالية هيلة رياضية بتتحسن جدا وحتبق هيلة بإذن الله خبرات حدث ولا حرج يعني كل شيء الحقيقة هدوء 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 وتحمل تحمل كتير المجلس يعني فيه كلام كتير غيرهم كان يطلع ويرد وعلى فكرة الشتيمة أسهل حاجة هاي وده احنا شايفين ساعة ما بيحصل الشتيمة كل خسراء هاي الكل خسراء هاي فالكسباني الوحيد اللي ما بيردش زنادي الأهدي صدقني طيب كابتن سادعب حفيز مدير الكورة بيأكد على إنه شهر إبريل هو الشهر الحاسم وبقول في هذا الشهر من المباريات سواء للأهل في الدوري أو في البطولة الأفريقية ما يمكن حسم الكثير من المنافسات المهمة جدا عشان كده فيه تركيز شديد وفيه محاولة للاستفادة من كل العناصر المتاح اللي متسجلين في أفريقيا طبعا هيكونوا مسافرين مع الفريق واللي مش مسجلين في أفريقيا هيكون الاستفادة منهم هنا في الدوري مرتل لسارت المدير الفني عمل محاضرة لمباراة الاتحاد طبعا بيخرج اللعيبة من مود مباراة القمة وكل التركيز في الفترة اللي فاتت والكل بيدخل في التركيز في مباراة الاتحاد السكندرية وما أن يفرغ منها حتى يدخل في أجواء التركيز الأفريقي هي دي اللي يقص الزهنية النشطة وهي دي القدرة على أنك أنت زي تقدر تتأقلم مع كل حدث يتقطع مع حدث تاني تفضل تفكر في الدورة وتطلع من الدورة يتفكر في المنافسة الأفريقية وكل معترك من دول له طبيعته وله ظروفه وله معطياته المختلفة لكن لو صارتي بيجهز كل اللعبين يمكن شايفين حتى اهتمام بصالح جمعة مباراة القمة ادى له جزء وما قلت لك إحساسي أنه كان يقدمه في زي المباراة صحية ويبدأ ان شاء الله يركز يستفيد منه ومن كل اللعبين المتاحين النهاردة أيمان أشرف نجم الدفاع المتقلق الحياة خرج من المعسكر في راحة لأنه عنده ألام في الظهر يتم تجهيزه بإذن الله علشان يسافر مع البيعسة يوم الأربع إلى جنوب أفريقيا فريق كرة السلة للرجال جهز للفصل أمام سموحة غدا إن شاء الله وهو ده اللي بس عايزة توقف عند كرة السلة اي هو المباراة سوبر رايح جاي اي خسرنا على ملعبنا مخسارة كبيرة الكل تصور أن الفريق يعني استسلم اي فروحنا كسبنا فوز صعب جدا في اسكندرية المباراة القادمة بقى هي حتكون المباراة الفصلة التي نتمنى لكرة السلة أن نتفوز بيها فتجمع بين المرتبط والسوبر في إطار تقديم الأهل لنمازج وكوادر الحياة أنا بكون سعيد جدا لما ألاقي لعيبة كرة من ولاد الأهل عندهم هذا النطج البارس جدا لأن هي دي كوادر المستقبل كنا سعداء جدا بتجارب حسام غالي وتجارب عماد متعب وتجارب سيد عب حفيز ومحمد فضل وكل نجوم الكرة اللي تشعروا أنهم على الطريق قريت حوار مهم جدا لشريف إكرامي في المصر اليو في جريدة الوطن النهاردة أشعرتني أنه واحد من الأهلوية قوي اللي جاي إن شاء الله طبعا ربنا يدي له صحة ويوفق ويلعب أطول فترة ممكنة يزود فيها عن عارين الأهل لكنه شوفوا بقى مشاعر الأهلوية في كلمات شريف إكرامي غيرته على الأهل في كل كلمة هتلاقوها في هذا الحوار قال شريف إكرامي ضمن العنوين الرئيسية في هذا الحوار المهم القمة ما تلعبتش رأيه ما تلعبش اللي حصل ده حاجة تانية خالص قال طبعا لن أرحل عن الأهل مهما طال جلوسي على الدكة وقال التعادل أفاد الزمالك وأضر الأهل قال لعبونا غير معتدين على اللعب في الأجواء الممترة الملعب تحتاج لمواكبة الطرق الحديثة من غير المعقول أن نكون في عام 2019 وتخرج مباراة بهذا الشكل قال من يردد أنه الحرس الأول واهم وينكر حق الآخرين والبعض يسعى للتشويه لأسباب شخصية دون سبب واضح هفواتي داخل الملعب لا تزيد على عشر أخطاء في أكثر من تلتمائة مباراة قال شريف إكرام إذا كان البعض يرى وجود أزمة حراس في الأهل ونفوز بهذا الكم من البطولات فمن الأفضل أن يتركوننا نعيش في أزمتنا ولم أنضم لقائمة المنديال لم جاملة ولا بالصدفة قال شريف كنت الحرس الأساسي في الأهل قبل كارتيرونو لسارتي ومن المستحيل أن يكون اللاعب من بداياته حتى الاعتزال رقم واحد دائما حتى لو كان أعظم لعب العالم قال مقولة أبناء العاملين موجودة في كل المجالات إلا في كرة القدم قال موعيد النوم ونوعية الأكل تقلل الإصابات المتكررة بالفريق وقال لسنا بالناد الصغير حتى يتم النظر أو تقييم مستوانا من مباراة واحدة أو بالقطعة قال كلمة مهمة جدا النوم النوم ثم الأكل النوم يا أستاذ إبراهيم كنت في حديث مع الكابتن عم صالح الوحشة مرة أنا ليه بتوخف عندي دي لأن إذا كان فيه أشبال بيسمعونا النهاردة أو لعيب الكرة صاعدين أو حد ما عندهش خبرات يفهم ماذا الكلام فكان بتكلمني بقوله إيه عدو اللاعب يعني كنت متصارحة يقول لي أنه يعني الماشي المش كويس يعني قال لي الصهر 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 علميا أنا درست دي بقى يعني يعني أن فيه عملية البناء والهدم أي الهدم يتم منتصاح يعني تعمل كده خلايا بتموت عشان ترجع تتجدد بتتجدد ونتناي فلو نمت قليل جسمك اللي سعيد نشطه لأن كل الخلايا التي استهلكت أو أنت لو في مرحلة نمو ما بيش هتنمو النمو اللي جسمك محتاد فالموضوع خطير الصهر عدو اللاعب رقم واحد سحيح قال شريف إكرامي في حواره مع الوطن أدعم مصطفى شبير وأشعر بأنه سيلعب في أجواء صعبة جدا جدا ومن يكرهون والده سيهاجمونه بشدة وأبلغته أنه سيكون مستقبل حراسة المرمى في الأهل فات في المشاوير دي هو طبعا نفس الظروف قال شريف إكرامي رمضان صبح تعرض للظلم في الدور الإنجليز بسبب محمد صلاح لم أتدخل في عودته للأهل ولو كنت رافضا للأمر بحكم أنه زوج شقيقتي لو وضعت العراقيل أمامه وسأكون سعيدا لو أصبح ياسين ابن حارس مرمى شاهدة لله يعني أنا لما طلبت كابتن شريف أتواصل دلوقتي حالا مع رمضان عشان كذا 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 في ثانية يعني قال لي اقفل حيخلي رمضان يطلوبك حال فلا ما كانش كان ممكن يقول لي حاضر حاجب لك النمرة وبدور عليها لا في أقل من ديئتين كان كابتن رمضان بيكلمني بيقول الإعلام حاليا شخصانا والموضع أن يكشف الإعلام عن تمامي للأهل أو الزمال دون الاستحياء على عكس الماضي قال أنا في غنى عن الدفاع عن نفسي والرد على الانتقادات وفي النادي اللي بيطلع ودانه وتركيزه خارج صور النادي لا ينجح وده دعوة منه للتركيز بشكل واضح جدا لكل لاعب في مهامه لو ما كانش كده ما كانش الأهلي تاريخيا عمل اللي عمله ومن ضمن الحاجات التاريخية على ذكر التاريخ وأهميته الأساس خالد أبو العيون واحد من الموثقين والمؤرخين الجيدين والوعيين في تاريخ كرة القدم المصرية قال أنه في موسم 25-26 في دور القاهرة اكتشف الراجل مباراة مهمة فاز الأهلي فيها على الزمالك 6-0 نسمع الأساس خالد أبو العيون في أونس بورت في لقاء يعني يمكن الناس عارفة أنه فيه ثلاث ستات حصل الستاتين تقع الزمالك في الأربعينات والستة تقع الأهلي في الألفنات لكن في حاجة تانية قابلهم على الحقيقة في موسم 25-26 في دور القاهرة والحقيقة مكنتش عارف حقيقة أن المباراة ديهاية لغاية ما كنت بدور في دور الكتب فيه جريدة اسمها الألعاب سنة 26 وجريدة حتى ما كنتش كاملة ولكن وجدت في أحد أعداد الجريدة جدول بالنتاج مباراة الفرق مع بعض في دور القاهرة ففجأت أن لقالي غالب الزمالك 6-0 في أحد المباراة في العشرينيات في العشرينيات موسم 25-26 خاولت أن أنا أوصل لأي تفاصيل زيادة مين يسجل مين عمل مفيش حاجة ويبدو الجريدة في الوقت أنا ما كانتش بتتم قوي بالموضوع الأهلي والزمالك وكانت بتتم أكتر بحسين حجازي أبو كرم مصري طبع يعني الناس معنية ويتلم من نفسها هذا الكلام لكن أنا يعني هو مهم من باب التوثيخ التاريخي لكن مش عاد ندين أهميته تكتسب من التحفيل على بعض طبعا أنا ما بحبش فكرة التحفيل خالص وبشوفها ضرة جدا ويعني بالمناسبة يعني مش عارف أنا حقولها يعني لأني يعني حملت إن أنا أقول هذا الكلام الله أعلم بالحقيقة فين لكن ناس كتير جدا من كفر زياد بلدك بلدي أو في منهم شخصية زمالكوية عنيفة بس أنا بصق فيها وهو بيتواصل معنا هنا ساعات في البرنامج هل يا عدل ما الخناقة دي اللي حصلت في كفر زياد اللي هو شاب زمالكاوي قتل طعنا من حد بعد مغاراة للقيمة بقى ملاش بس هو بيؤكد لي إن ملاش علاقة يعني الخناة ما كانش لي علاقة بالماتش وأن هما من هما من هما من زمن بينهم توطرات يعني يعني كان في حاجة خلت إن يعني الاعتداء ده يتم في اللحظة دي بالصدفة مع المباراة أنا لا أؤكد على أي معنى بس بقولها عشان إذا كانت تنزع فتيل معين في اللحظة دي إذا كانت هي دي الحقيقة ونبرأ كرة القدم من مثل هذه المشاهد المشعرفة أو صفة بإيه له يعني كلمة شاذة مش كفاية كلمة بغيضة مش كفاية ما يبقاش كرة القدم ساحة للموت أبدا نتمنى ده نتمنى لإنه الحياة الأمور كتير لما بتخرج عن الإطار وعن الحد وعن الروح الرياضية وإحنا هنا في قناة الأهلي أعتقد مش بس في ملك وكتابة في كل البرامج حرسين على المزيد من دعم هذه الروح وعلى ذكر القناة بالمناسبة بنقول الدكتور محمد العدل المشرف العام على القناة ألف سلامة ليك النهاردة تعرض لوعكة صحية أصيب فيها في كتفه ما صدقنا اللعيبة خفت الدكتور محمد العدل هو اللي متعور بيتابع في إجراءات الحفل والحفل الافتتاح انزل القدمه وعلى كتفه حصل أو خلع في الكتف هي مؤلمة هي بسيطة بس هو طبعا عمل عمل لك كده خدت عشرين دقيقة وروح يرتاح كل الأمنيات الطيبة لمحمد العدل محتاجين مجهوده الكامل ونشاطه الوافر ودماغه المصحصح بإذن الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف قمة الطين حسابات المكسب والخسارة أهلا بحضاركم من جديد وسيذكر التاريخ أن القمة 117 وقمة في الواحد كما سيذكر التاريخ أن كل الظروف الصعبة التي أحطت بهذه المباراة أخرجتها بهذا المستوى لو تتابعوا ردود الأفعال والتعليقات الخارجية على مباراة توضع ضمن الدربيات الكبيرة حول العالم أقيمت على هذه الأرض وفي هذه الظروف هتدركوا قد إيه صدرنا صورة سلبية عن الكرة المصرية القائمين على الكرة المصرية كان لازم أن تكون عندهم شيء من الغيرة على الصورة اللي طلع من هنا مش القضية أن أنا أخلص المباراة وخلاص لو الفكرة أن أنا أخلص المباراة وخلاص ده كلام لا يليق أبدا بسمعة وقيمة الكرة المصرية خلينا نقول في البداية استاذ برج العرب تحمل كتير جدا شال الدور المصري وشال الأندية المصرية في أصعب الظروف لكنه زي أي حاجة كسرت الاستخدام أجهدتها جامد أرضية الملعب أجهدت بجد ما خدش أي فرص للصيانة ولا الراحة فكانت النتيجة أنه وإنت حريص وإنت مصمم أن أنت تلعب عليه يتحول لحقل بطاطس أو غط رز زي ما نسميته بهذا الشكل المباراة دي أنا مدهش أن فيه ناس بتحللها من الناحية الفنية عادي جدا وأنا بشاد لم يذكروا الصعبات حد بذكروا الأداء بذكروا أنت عارف أن المباراة دي فيها ضحايا أول ضحية لهذه المباراة الفرقة تاني ضحية الجماهير اللي كانت تنتظر المتعة وهجدت العذاب تالت ضحية وأهمهم وأنا بقول لك هذا الملعب ضحية هذه المباراة لأن هو بيعاني أنت عارف أنت زي ما تكون جايب أنت واحد بص بص كان ممكن يحصل هو رفع رجله بيحمي نفسه خلي بالك خايف خايف تخيل يعني دي ممكن تقتل واحد تقتل واحد مش تصيبه يعني لو انحرفت القدم دي شوية هتأمل ربنا سطر على الولد يعني طيب دي في كل حتة طرد لكن هتبقى ظالم لو طردت اتزحلة هو اتزحلة بصرفع رجله ايه واخد بالك تعال بص هنا وقع بعدين بيلطم عن نجيلة بص 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 ايه 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 ما كل كور انت بتزحلة ومش بتتفارمل اه مش هتتفارمل هتتفارمل ازاي ام وبعدين نتكلم على اللعيبة وكان لازم يبصيها وكان لازم يحميلها تسمع بقى القراء الفنية اطبق والتكتك هو كان لازم يبصيها هو فكر يبصيها معرفش يبصيها اه على فكرة اه من ضمن ضحايا هذه المباراة ايه اصحاب المهارات ايه اللي هم متعودين لعبوا الكرة على الارض بالضبط انما الناس اللي هي بكورتها عالية فوق الارض اه عشان كده يقولك رجل المباراة في الاهل ايمن قاشرة في رجل المباراة في الزمالك عبدالله جمعة اه مدفعين مش مطلوب منهم بص يا جماعة الارض بقى اتعاملت ازاي في الملعب طيب داي يتصلح امتى خلي بالك ان النجيلة كائن حي ايه ايه مش بتصلح اه جماد تدهنه بسرعة انت كمان مهند الزراعي وقلت التعبير ده المرة اللي فاتت النجيلة كائن حي كائن حي اه يعني له عمر وعشان النجيلة تطلع بصحتها ايوه بتتغزى بشكل معين وتشرب بشكل معين وتاخد شمسها وتاخد راحتها علشان تنمو تنمو اه عايز تلعب هتراقع بقى وتجيب نجيل تريح هيبقى رقع اه هيطلع مع الجري ايه انت وانت بتلعب على هذا الملعب بتقتل هذا الملعب يا سيادتر بص اه طبعا ايه ده ايه ده بص الوحل من اطرف التعليقات اللي قارتها على السباحة اللي في الملعب قالك لصرتك اللازم ان يخرج رمضان صبح وينزل راني علواني لانه بقى الملعب محتاج ناس تقوم بجابة انا دي اختل لقطة في المباراة اه انا باهديع بقى للناس اللي قالوا الظروف دي اتكررت بكرة ويصمموا على ان الماتش يتلعب في نفس الملعب وبنفس الظروف اه غير معقول اه طيب هل معقولة الاهل والزمالك هم راحين على افريقيا نخلص عليهم عضليا وبدنيا وزينيا وفي مباراة زي دي يا اخي وانا اجلناها والاتنين مش هيعتاردوا يعني انت لو اجلت الماتش ده ات لو اجلته 48 ساعة ورحلت مباراة الاهل والاتحاد والزمالك واسموحة اللي بعد كده هتلعب ماتش القمة يوم الثلاثة او الاربع وكنت اخلصت من هم المطر اللي حصل لكنه انت انت رايح للماتش للفرقتين اللي بيعترضوا على بعض ايه فتأجيل المباراة الى اتنين المستفدين بالزبط هيرتاحوا وعايزين يرتاحوا وخايفين من الاصابات اهي تتضبط ازاي يعني مجا اقول له محطتش وش رجلك في المية كويس لا لا اي كلام في الكورة والتاكتك عبس عبس ورغم كده رغم كده اه انا بقول لك والضحايا اللعيبة رغم كده هم العنص الوحيد اللي عمل اللي عليه عمل اللي عليهم يعني انت يعني مش مطلوب منهم غير ان فيه قرارات يعني ما تيجي مثل في كورة لو كان رفع عينه وشف مش عارف ايوه الكلام ده هو معمال بيلعب تناج وبيلعب سكية وسيرف كالناس بس الوحي اللي بينزلوا بيها دي يعني ايسا شوية امواج وكانت تبقى ايه يعني العم ايه اي فمش عارف ايه اللي استفدناه طب بالله عليك ايه اللي استفدناه يعني هال وزير الري صمم عن الورا تتلعب يعني 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 طلع قرارة من وزارة الري يا سيد ابراهيم مفيش عنصر مفاجأة في الموضوع النوات دي بيتكتب في الاجندات شوف هي دي بقى هي دي النوات جيب اي اجندة اي من اللي بتعملها البنوك وتوزحها جدول النوات بيتكتب فيها جدول النوات اي يوم كذا فيه كذا اي طيب بلاش كده اي حتيجي ندوها مبكرة يومها وابنين يقولك النوات دي مزبوطة على الساعة على الساعة لا ما يتقوليش هنقول ايه ان دي نوة اه محشورة اه بس الارصاد ده انبهت عليها اي طيب انا بقى عندي مباراة سيحضرها ثلاثين متفرج هم مش ثلاثين متفرج دول ثلاثين مسؤول لان هم حيبقى عضاء مجلس الإقدارة والاجهزة التنفيذية مش هتتجيب من بره وما انتش ناوي تدخل حد لعمدي تتلعب في مدرسة اي مل اي مدرسة عنده عندها ملعب ناشف في اي مكان لا ممكن اقولك سؤال تاني اي اي يعني ما تتلعبش نيه في كل حربية ما انت مش مدخل جمهور ما تتلعبش نيه في القاهرة ما تروحش لسويس حتى وانت بتقول ان في ملاعب بتجهزها الكاس الومم طب السؤال الكبير والغريب الصعيد فين اصوات اي خد الفرقتين في اصوات قولي بقى ايه المانع ان انت تروح تلعب في اصوات ما هولي حيوديني برج العرب لو ركبت الطيارة حروح اصوات خلاص ما هيش فرقة ها ما هيش فرقة وقبل كده اصوان شافت مباراته وشعب ميستني الكورة هم بيروحوا اصوان ويروحوا الصعيد لما يكونوا محتاجين اصوات الصعيد في الانتخابات وبعدها خلاص يسقط الجنوب خالص من اي اهتمامات بتفكر ازا وتركز ازا انا مستغرب على الجمهور اللي راح اعني ازا في الجو ده ده لازم وبعدين هم معروفين واحد واحد ده كان الموزيع مفروض يقولهم في التشكيل يعني نشكر فلان يحضر المباراة محمد الحصري ومين مع الأهلي ومين مع الزبالك يعني ده كلام كل ده يضيشك وما ليش إجابة وبعدين أنت بتقدم صورتك حنيجي حنيجي على التفاصيل للصورة السلبية لأنه الحقيقة من سوق البخت من سوق البخت أنه قبل هذه المباراة بيوم تكون قمة الكرة السعودية الهلال والنصر فلاقي المدرجات مليانة العوائل السعودية اللي سمع بحضرهم للمباريات مليين الملاعب ألاقي النقل التلفزيوني العالي جدا ألاقي الملاعب المبهرة قوي ألاقي مستوى الكرة العالي جدا إحنا كان عندنا فرصة أن الأهل والزمالك بالذات في المرحلة دي زي ما لمهان سعاد لقال فيه درجة عالية من الندية فيه وفرة مميزة من اللعيبة المهارية اللي موجودين في الفرئتين اللعيبة كرة فيه دوافع متكافأة بين الفرئتين فيه إدارة فنية أورولاتينية زي ما تقال للفرئتين كل الظروف مهيئة أن نحن نقدم صورة حلوة عن الكرة المصرية أن نحن نخط الكلاسيكو المصري في القيمة والمكانة اللي يليق بيه كان عندنا بدايل كتيرة جدا كان عندنا حلول كتيرة جدا غير أننا أفضل مصمم على أننا هلعب المباراة وهلعبها في برج العرب أنا بلعب بدون جمهور مدام بلعب بدون جمهور عندي بدايل كتيرة جدا أروح أستاذ أستاذ بدون جمهور بمعناه يعني كان بيقول لك خمسمية لا ده 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 15 15 أروح السويس أروح الكليل الحربية أروح أسوان أو أروح أسوان أروح والله فكرة كاتهيلة والمباراة أساسا أنت بتلعب بالليل ما عندكش أي سبب يخليك ما تروحش أسوان ليه ما تروحش أسوان مش محتاجين أسوات الصعيدة دلوقت ما فيش انتخابات في اتحاد الكورة فخلاص الجنوب قال لا أروح على الملعب الذي يعاني واللي مقفول للإصلاح ما تدلوش فرصة وهوى في النقاها وقاله انزل اشترك في المرسون وبعدين ألاقي الاتحاد الأفريقي طب وانا لما يكون عند الاتحاد الأفريقي عنده تحفظ على أرضية ملعب برج العرب وطلب الأهل والزمالك ما يلعبوش مبارياتهم فيه لأنه شاف إن الملعب أجهد استاد كبير كنا بنفخر به أم عابل الأهل والزمالك مع بعض فيه الاتحاد الأفريقي بيقولك لسلامة اللعيبة ما تلعبش على أرضية زي كده تصمم أنت تلعب فيه يعني الاتحاد الأفريقي خايف على لعيب المصريين أكتر من الاتحاد المصري ده منطق برضو ليه ليه أنا يعني يعني مفيش مفيش إجابة مقنعة واحدة المباراة محددة من أكتر من شهر ونص ولا شهرين معروفة تلاتين مارس جدول للنوات زي ما المهندس عاد لأشار مكتوبة في كل أجندة الإخوة الإسكندرانية حفظين موعدها المهندس عامل حسين رجل إسكندراني وهو صاحب القرار يعني كل ده معروف سلفا طيب استجدد خلين المطر عامل مفاجئ خرج بره جدول للنوات ليكن ماشي ما عنديش أي فرص لحلول أفضل قافل دماغي كالتحاد كورة ومصمم هي هنا يعني هنا هي يعني جثة ولازم أن تدفن علشان في الآخر نصدر هذه الصورة السلبية عن الكورة المصرية ويتقال كاس الأمم الأفريقية ومدى الجهزية يعني هل ده كان في حد عنده درجة من الحرص على صورة الكورة المصرية طب أنا أنا كان فاتتنا دي أنا كنت عايزة أجيب ردود الأفعال خارجية في الإعلام الخارجي أه يعني كان لازم نجابها هتلاقيها موجودة لو موجودة معنا تعالى نركز فيها موجودة طيب هنشوف في استوديوهات التحليل زي ما لمهانت سعد لأشار هي إيه الفكرة إن الناس نتكلم الأول نشوف بقى الأستاذ عمرة أديب في MBC مصر رأيه إيه في قمة الطين دي يوم سعيد ولطيف وجميل وحلو يوم إيه سعيد وجميل ولطيف وحلو وخلينا ابتدي في حكاية صغيرة وبعدين عندنا حكايات كبيرة مهمة حكاية صغيرة الأول الكلام عن القمة اللي بين الأهلي والزمالك عندي سؤالين ما يعني مش هتكلم كتير عندي سؤالين بس السؤال الأول هو مش العالم كله بيبقى فيه مطرة يعني الدنيا بتلعب كرة في المطرة إحنا ليه الملعب بتاعنا عمل كده مصارينه طلعت برة يعني إحنا بنشوف برة ما حدش يقول لي لا بكلمك عن نجيلة طبيعي مش الصناعي عشان بس نخلص من الأول إحنا بنشوف برة مش مطر سيول وبنشوف برة تلت الملعب ما بيجرلاش كده هو الملعب بتاع النهاردة ده حصل فيه ده الناس كانت بتلعب في مستنقع هو حصل فيه كده ليه ده من قبل ما يبتدوا المطر كان عامل كده يعني شيء غريب فعلا ويجب أن نفهم آه طبعا هي دولة ليست مطيرة وليست يعني أغلب الوقت فيها مطر إنما ده منظر طبعا احنا بنشوف ملعب انجلترا بنشوف ملعب أسبانيا بنشوف ملعب ألمانيا بنشوف ملعب آيسلاندا ايه الحكاية ايه الحكاية ايه الموضوع ليه الملعب جار فيه كده ليه الملعب مصارينو طلع ببرة طبعا سيبكم مستوى المباراة اللعيبة دي ناس كتير أنا مش مهتم على فكرة بمستوى المباراة لأنه عال فرقتين خلاص إنما اللعيبة كتير كنت ممكن تتعور ده نمرة اتنين اتحاد الكورة الأرصاد بقى لها أسبوع بتقول يوم السبت أمطار غزيرة يوم السبت أمطار غزيرة بنحذر المواطنين إنه يا جماعة يوم السبت الطاصة حيتغير تاني يوم الجمعة حيبقى حر ويوم السبت حيتنايل تاني طب ليه محدش في اتحاد الكورة قرر يأجل المتش أنا برضو ما بتكلمش على طب تخيلوا مثلا المتش ده لو بجمهور لو بجمهور كان هيبقى عامل زي الناس كانت حد تبهد يعني النهاردة شيء غريب وعجيب وياجب إنه احنا نتعلم منه درس إنه في مطرة أجل المتش إيه المشكلة يعني ما أنت مأجل الدوري كله أجل المتش أسبوع أربع يعني على فكرة بكرة خلاص يعني بكرة أولا بعد الموضوع يخلص مصر أصلا مش بلد المطرة فيها بتقعد كتير يعني فطبعا النهاردة كانت حاجة غريبة جدا والناس بتلعب في أجواء غريبة إنما قدروا له يعني حيرت الأستاذ عمر أديب وسؤاله الذي لن يجد عليه إجابة هي نفس حيرتنا ونفس دهشتنا ونفس استغربنا ونفس فلقتنا مفلو إيه متضيقين إنت عارف كل المعطيات بتقول لك المريض ده لو خد منجه حيموت وإنت راح تشله إزاي ده ما تأجل ما تديله أدوية مسكنة ما هو مهدد إنت عارف وإنت بتعمل العملية ما إنتش مفاجأ بشيء أي يعني مسألة ولذلك ردود الأفعال اللي حنقراها دلوقتي حنصر دلوقتي يا أستاذ إبراهيم هي 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 جات في صدر مين أي جات في صدر المسؤولين اللي شايفين إن المطش يتعمل في أجواء مثالية أي ماشي بمنطق أوروبا اللي بقى فيها مثالية أيوة ما تقال كده أيوة هي مثالية إنها يعني سقعة وفيها مطر للناس اللي بتعود عليه والملاعب اللي بتعود عليه والمجهزة إنك بعد خمس دقايق ما تلاقيش نقطة مية أنا ما شفتش حتى والتلج بينزل إن واحد بيشوت إن جيلة بتطلع في رجله طبعا ما شفتش واحد هو بيقع الاستاذ في في بطن المنافس بتاعه ما شفتش الكلام ده ليه لأن الدنيا مهيئة لهذا الأمر لكن لما أنت تبقى ورغم كده بتتلغي لما تبقى الكرة لو نط تبقى مش طبعية بتتلغي أشار ihm يعني الكرة الشاطئية اللي بتتلعب في الرمله أرحم قوي من المنزق انت الفرقتين اللي حلتك بص البراك الرجل شط الطينة ده كان ممكن يجرى ايه فرق بيته بص لا اغلقته اللي فاتت دي لعب الزمالك وبيشوت شوف 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 كان ممكن يحصل له ايه انكر رجل ويكسر ازاي هي دي الظروف المثالية يا عضاء اتحاد الكورة دي الظروف المثالية اللي قمة اقيمت فيها صد الاسيد مثالية لو انت ملعبك بيصافي ميته مثالية لو المثالة مثالية ده مثالية لاي حد بيكره مصر انت قدمت صورة لاي حد بيكره مصر قدمت له صورة مثالية انه يتشافى في الكورة المصرية يا خبرة بياد يعني وبعدين انت باشارتك صحيح هو انت ليه حريص انك تطلع ملعب مجهد وتعبان ومحتاج اصلاحات رايح له ده لو ما فيش مطرة ما تلعبش فيه ما تسيبه يتصلح وكان تحت الاصلاح وممكن جدا في المرحلة اللي فاتت دي مع عشواط المطرة دي وهو كان بوزل فيه مجهد كبير المطر دي كانت هتديه له جرعة صحية اه طبعا بس الارضة تطلع مستويه وخلاه لانه كانت رمى فيه رملة وترمى فيه ومازل فيه مجهد كبير بازل فيه مجهد ضيعته باللعب عليه ضيعته ده انت رجعته لانك انت بتموت كائن حي تاني انجيل كائن حي انت بتموته عشان يعيش من الجدور اللي حواليه عايز وقت تاني خالص ومناخ تاني خالص انت اشرت الجزئية الصورة بره بقى الصورة بره يا حضرات السادة المسؤولين عشان عرف مين الخسر الصورة بره ايه من ضحايا هذه المباراة ايه مين الصورة اللي انتو طلعتوها دي ليه كده مصر فيها احسن من كده بكتير جدا جدا فيه ملاعب كتيره سيبوا الاستاد برج العرب يستكمل صيانته سيبوا النجيلة تنمو شوية هو لو تأجل المطحي ده مين اللي هيعترض ما تنقل ده القلو زمالك هو اللي تأجلوه مين اللي هيعترض وبعدين انت عندك الفرقتين بس انا ماكملتش الجملة دي يا استاد ابراهيم واحد ماشي كويس في الكونفودرالية والتاني ماشي كويس في دور الأبطال واملنا ان ده ياخد بطول وعندهم الاسبوع جاي مطشوت اه املنا اه اخد بالك وفيه مطشوت على طول والاقل يمسافر خلاص اي انت حريس قوي تجهدهم حريس قوي تخليهم يجروا في المية وفي الطين ويبذلوا هذا المجهود يعني الكرة دي لا في ايه ظروف طبعية حيجر ايه حصل هيبقى الجن فاضي ساعت اه ممكن الجن ما يجلهاش بالمنظر ده لكن انا بديلك امثلة للي بيقولك ايه انت ما تيجي تنتقد الكرة دي هتقولي هو تردد واتباطئ هو لا تردد ولا تباطئ هو مش قادر مش قادر يسيطر على الكرة توحل فالحقيقة الحقيقة اللي عنده بس يعني حتى عشان ايه يخلينا اه طيب انت اه جزئية اله صور الده بره ايه شيء طيب اقولك اللعيبة وروحهم الرياضية واللي ما منسقوش وره اله دي من المكاسف ها الموقع الرسمي لراديو فرنسا الدولي نشر تقرير على عبر موقعه تحدث عن مباراة القمة كان في عنوان خلف الابواب المغلقة ديربي سلبي بين الاهل والزمالك وقال راديو فرنسا في تقريره بعد طول انتظار لصدام بين اكبر فريقين في مصر انتهت المواجهة سلبية بعدما تقرر لعب اللقاء في الاسكندرية لاسباب امنية مع الاكتفاء بنقلها عبر الكاميرات ومنع الحضور الجماهيري برضو لاستضافة كأس الامم الافريقية ولكن اللقاء لعب بدون جماهير وبعيدا عن العاصمة وعلى ارضية سيئة واكمل المباراة قيمت في الصحراء على ملعب برج العرب بحضور عدد قليل من الصحفيين بالاضافة الى بعض مسؤولي الفريقين واختتم بسكر الفرنسي التقرير بتاعه قبل كأس الامم يبدو ان الطريق ما زال طويلا امام مصر لكي تعلن عن استعدادها للتنظيم الدرب المصري كان صادما ولكن ما زال امامهم ثلاثة شهور قبل البطولة الافريقية اللي يدهشك اللي يدهشك استاذ ابراهيم انه لما فوضنا باستضافة كأس الامم الافريقية كل التعليق المسؤول اللي طلع من مسؤول الاتحاد الكرة ان دي مرحلة واختبار يمهد باذن الله في حالة نجحنا المبهر المتوقع ان احنا ننظم كاس العالم طب انت بتعند مع نفسك يبقى فيه اسباب اصلك اذا كان كل الاسباب المنطقية كانت تقود يا اما تغيير الملعب يا تأجيل المباراة والاتنين ما تموش يبقى فيه اسباب اخرى بتدفعك انك انت تحط الفرقتين في الظروف دي عشان تطلع المباراة بالمنظر ده وكانك يعني عايزة تطلع كده بص 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 الكرة ها طبعا مش هقولكو لانه فيه اطراف اخرى معادية لمصر كان يهمها تصطاد في المية العكرة اللي في الاستاد منها موقع سبور اكس الرياضية قناة سبور اكس الرياضية التركية شي طبيعي جدا ان تركيا تصطاد اي حاجة سلبية وتشاهر بها وتقول مصر مش جاهزة وا 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 ده احنا اللي هم استغلوا هذه الصورة السلبية في الترويج لوجهة نظرهم هما لكن اصلا احنا اللي صنعنا الصورة احنا اللي دينا فرصة لكل اعداء مصري يبصولها من هذه الزاوية ويروجوا هذا الترويج كان عندنا ملعب كتيرة جدا بديلة انتو متخيلين ان احنا لو نقلنا المباراة بصوا الاطراف المستفيدة المباراة فانيان هتطلع كويسة فنلعب كويسة الفريتين هيكون عندهم فرصة ان هما يقدموا كرة حلوة عن الكرة المصرية او عن الاهل والزمالك كمان كدير بكبير هتحافظ على سلامة اللعيبة وهتدي فرصة لادارة استاذ برج العرب بعد المجهود الكبير اللي بازلينه انه يجهزوا الملعب بشكل كويس ايه الاختيار السلبي او ده ايه الصورة السلبية السيئة جدا اللي كان اتحاد الكرة حريص عليها ومش عايز الناس تحمل واحد زي الحج عامل حسين المسئولية القرار كان على مئدة الاتحاد هما لما بتيجي تحصل مشكلة زي كده يقولك هو عامل حسين رئيس لجنة المسابقات المسألة كانت اكبر من لجنة المسابقات كان قرار الاتحاد نفسه ليه ما اتخدشي نشوف رأي الحج عامل حسين يتحدث في قناة صادة البلد عن ان الوضع ده مش في ايده لكن الملعب كانت ظروفه ايه نسمى عامل حسين موسيقى اكيد موسيقى 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 وموسيقى موسيقى درقات الكندرية كلها غرقانة يعني. ام. امور صعبة جدا. اي. طبعا استأخر المصارين طبعا على الملعب. ام. وانا بشكرهم طبعا اه ولازم اشكرهم. على ان عشر تيام رجعوا خضرة تاني للملعب. ام. الملعب خان حالته سيئ جدا. كانت فيه حتة خضرة حول. اي. وحتي حتات اللي قدام اللي جوان اه تضبطت كلها. ام. انما طبعا اه كم الامطار والناس كلها شككت المباراة. ام. تتلعب. ام. انما مع باية المباراة بقى الامطار اللي حصل البيت. ينسبيت حد طبعا قوة الامطار. ام. واللي حاكى معايا الملعب مرتين. ولان هو صالح. تبيش اللي حتة طبعا الطرف العشي من هالدوات. اه. يعني دايما اللي قدام الدكتين. الفرق اول ما تصح تصمرا او تستخن. بتختار عرب حتة. يمكن هاي دي الحتة الوحيدة اللي احنا ماش نعمل حاجة فيها العشب. ام. اه. تمام ده توضيح مهم. انما فيه جبايات طبعا اه. للمباراة. اما طبعا الروح اللي كانت موجودة الحقيقة اولا انا شبتها في الفندق. البيتين كانوا عندين في فندق واحد. ام. وترحب المسؤولين لنبي الزمالك اه. 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 على رحصهم الاستاذ امير. ام. اه. رحب اه. اعضاء مغرس الدارة النادي لحقيقة ترحب اه. قويس جدا. وكانت واحد طيبة جدا. تمام. والروح اللي شفناها في الملعب من اللاعبة اه. اه. اثناء المباراة وبعض المباراة. شوف. الحاج عمر بيشكر القائمين على اه الملعب انه في خلال عشر طيام خلوا الخضار يبان في الملعب. انا ممكن في خلال عشر ساعات اخليلك الخضار يبان في اي حتة في مصر. على الاسفل. ان جيل الجاهز طبيعي. بياركب في ديئة رولات كده او قطع. لكن مش معنى كده انه بقى انجيلة. اه. ده مرصوص. لسه ما تجزرش. ما جدوره ما معشقيتش في الارض. ولا اسبوع ولا عشر طيام في البرد ده ينفعوا بحاجة خالص. اه. يعني انت ممكن تلمه ومتلاقيش تحتيه حاجة. اه. فمسألة انه انه بان انه لونه اخضر اه. حيبان شكله حلو. لكن ما بقاش ملعب صالح للعب. بدليل مع اول رجل بتدس. بتطعب تطلع بيها. اه. وكان في الهفتايم العمال نزلوا يرصوه. يرصوها تاني. فالمسألة لك ده مش ملعب. يعني يعني ما هوش. احنا مش بنهاجم الملعب ده احنا بندفع عنه. ما يحدث ما يحدث هذا الملعب ظلم لهذا الملعب. كان مثالي وكان نموذجي وكان حاجة تفرح. انهكناه. ومستمرين في القضاء عليه. العب هو وحش. العب هو مش جاهز. العب هو فيها مطر. طب ليه. وتصمم ان الله اللي يروح يلعب فيه بك. طب ليه. طب الملعب ده اما خد صمعة كده في الاتحاد الافريخ بدون اللي كان الدنيا بتروح تتوجه اليه مباشرة صحيح. الله. ما ينفعش يا جماعة امور ناخدها بالخفة دي. اما اللي يعني ايه مسؤولية. مسؤولية انك بتبقى راجل باصص لقدام. قاري المشهد. قاري التداعيات. ايه. قاري المشاكل وحطت الخطة البديلة. طيب اخترنا الملعب. احتمالاته ايه عملت المطر فين الخطة البديلة. مش موجودة. ايه. لان لما موجودة كانت تتنفزت. ايه. لو موجودة ما تنفزتش بقى. فيه ارادة ان المباراة تخرج بالمنظر ده. مفيش احتمالات تاني. انا مش بحكم. انا بحط. الصور. بحط كل حاجة كل الاحتمالات. وكل واحد اختار منها اللي يناسب دماغه. اول اللي دماغ الشيخ طهو كابتن ايمان يونس في اونسبور. نشوف رأيهم ايه. اللهي يعني شو ما فيش شك طبعا ان الملعب اثر كتير جدا على اداء اللعيبة. لعبتنا مش وغد على انها تلعب في الارض بشكل ايه. الارض اولا مش مستوية مع المطار بقت صعبة. بتستهل الجهد كبير جدا من اللعيبة. اللعيبة مش وغد على هذا الجهد الكبير. بس انا كتنا عايز ازل حضرك قبل ما خوش في الفانيات. عايز الناس تستاوبوا تفهم ان في اي دورة في العالم لو في معاد مباراة وحتى في مطر ماتش بتلعب. يعني فيش حاجة اسمها اجل المتش عشان استمتع المباراة. لا انا دا اخشب. دا عرف عرف العالم يعني. لا انا دا اخشب. لا بس في ملاعب. لها نسبة. لا يعني لها نسبة ان انت تضمن ان اللعيب يعرف يقدي في الملعب. اه بس دي مش طاعة تأجيل. اللعيب يعرف يلعب كرة في الملعب. اللي انا شايفينها قدامها يا كابتن. مش بتاع التأجيل مباراة. هو في نهاية قرر حكم او رأي حكم. وحكم مش مصري. عشان الناس برضو تبقى. لا اوه خلينا نتكلم ان النسبة قد تكون مقبولة لكن امكانيات اللعيبة مش متعودة على. لا 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 لا. طبعا الاداة. انا بقول ان الناس هكابتن متعقع والناس تتكلم دلوقتي ان كان الملعب يتأجل. لا الناس زحان على انها كتبت مستنية مطش حلو. يعني. يعني. الملعب كويس ملعب واحد. لكن الدول لازم يمشي. المباراة لازم تستكمل. ما فيش اي مشاكل. لكن انا بتكلم على ان احنا مش متعودين اولا انا ملتواحد على. صح. لا في الامطار الزيدي. والملعب اصلا ارضيته من الاول سيئة. هي تعمل لها شوية ترميم ظاهري زي ما اشفناها. لان بوجرد بالناس مش اللي فيها خلاص. بيتعامل زي الغيط وشوفنا طبعا كتل الصين اللي طالع وتاع. صح. مفيش ممكن تتلعب في العالم كله برضي بقى كده. وتتلعب. لكن مؤكد المرضود بتاع العيبة مش هجايد. هتستنفس جهد كبير من العيدة. جهد عضل كبير جدا في كل كرة بتجري فيها. وانت بتقاوم الارض دي. بتقاوم المطر. وذكره الاتزاح. لا. والتاكلين بتاع الخصم. كل دي مجهودات كبيرة مضاعفة. دي الليلة كتير جدا من قدرة الفريق. الفرقتين على السيطرة على الكرة بشكل كويس. خاصة في التلت الأخران اللي عايز سجل فيه. يعني آه ممكن لو بدافع آه بخبر بشير. حضرتك برضو نقطة ان الأجواء دي موجودة في العالم كله. آه موجودة. بس الملاعب في العالم كله مؤهلة للأجواء دي. الملعب مش مؤهل للأجواء دي. يعني احنا لعبنا مرة في اندونيسيا. اندونيسيا. الملعب بيعمله زي. تحت بيتحط أرضية. ويتعامل فيها مثلا اسمنتية. وفي قنوات فيها. بتسحب المياه على طول. وبعدين بتحطي كتل الطين ده اللي موجودة. الأمطار طولي اللي شغالها. صبحا زي من الملعب بفيش ولا نقطة مياه لان المياه كلها بتصرف. المسارات اللي موجودة تحت دي. القنوات بتصرف بيتم تصريف. لكن هنا الكرة المياه في الطين على طول. فدي حدد كتير جدا. شوف اتحاد الكرة المسئولية واضحة. ما بيحبش ان الناس عايزة تدافع لاجلبة ان هو الاتحاد متهم. الاتحاد مسئول. والادعابة انه ماهو بره في اوروبا بتبقى فيه ظروف مناخية اصعب من كده ومطرة اشد من كده والدور بيكمل والمطارات بتتلعب. صحيح. بس زي ما كابتن ايمان يونس قاله. ما الملعب مش بهذا الشكل. رقم اتنين. العمطار ما كانتش في كل مصر. لو انت عايز تتكلم احنا زي اوروبا. في تخطيط علمي مسئول. في تخطيط علمي مسئول. الارصاد الجوية. وموعيد النوات في هذه المنطقة سابتة تاريخيا وما بتتغيرش. وانت بتخط جدول مفترض مدومنا عايزين نتكلم في اوروبا ودول متقدمة. دي ناس بتشتغل بالعلم والدماغ. مش بالفهلوة. ومش بالدفاع عن الباطن. لانه وانت بتخط جدول تلاتين مارس في المنطقة ديت. هنا في نوة. انا هعمل ايه? حصلت امطار بره جدول النوات. ليكن ماشي. عملت ايه? مصر مش كلها كانت غرقانة. المطرة ما كانتش في عموم مصر. ده انت رحت للمطرة في بيتها. اخترت المنطقة البقرة وروحت لها. وروحت للملعب. وروحت للملعب اللي لسه عيان بيتعالج. اللي محتاج وقت كافي علشان يتعافى. اللي مجهد جدا بسبب ان احنا دوسنا فيه جامد جدا. شال الكرة المصرية لفترات طويلة. لكن حقه انه ياخد وقت كافي من اللي انه هيتصلح. والصيانة بتاعته. مش مش عشرة ايام كفاية عليه وارجع احفره تاني في غيط البطاطس اللي حصل ده. ويتقلك اسو اوروبا. لا كان عندك بدايل كتيرة جدا. والجدول ينتظم. تنقف خطوتين تروح الماكس. لو مش عايز تروح الماكس تعالى القاهرة. روح الصعيد. روح السويس. في مباراة اصلا. اجل. اجل الفرقتين. لا حتى لو. اني تلعين افريقيا. يا سيد ابراهيم عشان خطري. حتى لو عايز ينتظم. ينتظم. لا. دلوقتي دي معناه عارف. معناه ايه? اه. معناه ايه? انا البطولة الافريقية مش في دماغي الاتحاد ده بالنسبة للفرقتين. لان انا ما اخدش فرقتين اخلص عليهم بالمنظر ده قبل ما يلعبوا لقاعتهم الافريقي. اللي اتنين بالصدفة لهم مصلحة فنية وبدنية في تأجيل المباراة. طيب انا مصر علشان اكمل الدوري لأسباب كتيرة جدا ضمنها حقوق الرعاة. ماشي. طيب. اروح انا الظرف اللي ينسبني. ما اقولش ان برا بلعبه في المطر. هو الدب بتلعب في المطر مضطر. برا كل الملاخ مطر. على رعيك من اين ما حيروح يلاقي مطر. ايو. طيب. بس هما بقى اولا متأقلمين. طيب ما هو برا انت بتقول مطر ما الناس بتنزل شغلها عليك. وتبقى درجة حرارة تحت اربعين تحت الصرف والتلاتين تحت الصرف. والحياة مهيئة. الحياة مهيئة كده. هو مخلوق يعيش في الظرف ده. بالظبط. لكن انت مخلوق تعيش في ظرف تاني. مش ده. واخد بالك فهو بالنسبة له انه هو زي ما يجي يروح يلعب فمثلا في الطوز ولا في الحر الشديد جدا. اللي هو بيبقى مغبر ومشبر ده. بالرملة وبالبتاع ده. بالنسبة لاوروبا ما يقدرش يتحمل الموقف ده. هنقول له ما هو كل العرب بيلعبه في درجة الحرارة دي. ايوة. هو ابن هذه البيئة. ابن هذه البيئة. لكن وفي نفس الوقت عشان هو ابن هذه البيئة. بيعالج كل السلبيات المتوقعة والمحتملة. بيجي على الملعب يعمله صفاء. ده بيعمل سخنات. يعني انا 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 اما روحت ايفرشون. لا انت شفت وحنا في اليابان. واق. بيعمل سخنات في النجيلة علشان التلج لما ينزل. اه اه. بيسخنوا الارض. يعني يوم التلج يسيح ويتشفت على طول في المصارف. ما تجيش تقول لي بقى اه اه اصبرة باي وبرك. وبعدين برك الكلام ده لو انت مضطر. لما فيش غير الملعب ده. لو المناخ ده في سائل في ارجاء الجمهورية. بتلعب ماتش بدون جمهور. ما انتش. ما هي دي النكتة. يا اخي يلعبوا على ملعب السعيدية. اه اقول لك ايه بس. دي النكتة فعلا. ده انت تقدر تلعبوا على ملعب مدرسة. اي ملعب ناشف هيكون احسن. مدرسة السعادية عنده ملعب في 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 جامعة القاهرة. اي حتة روح يلعبوا. يلعبوا في ملعب كويس. في المناخ معقول بدم تملك دي. هو انت بدم تملك تريح الناس. بتتعبهم ليه. ايه الغرض. فانك تتعب الفرقتين. او انهم تخلص من حساسية الماتش. هم الاتنين يخشوا بتفكرني بالمصارع في الوحل. اللي بتشوفها بنزلوا الناس في الوحل ويدهنوا جسمهم طين. والجدعة اللي يمسك التاني بقى. فيعودوا وتقاد دلوقته كله في زحلاءة ومفيش مصارع قدامك. وانت عارف ان ده اللي حيحصل. نشوف رأيك كابتن علاء نبيل. الموضوع كل حتى بتادينا نستخدم كلمة الحاجة العلمية في الحاجات البديهية. اللي عيب نقول علم. دي فاش حاجة محتاجين العلم فيها في حاجة خالص. دي محتاجين ان احنا نكون صدقين مع نفسنا. احنا عايزين امل مباراة. انا عايز اكلم المسؤولين في التحاد الكورة. كنت عايزين. كنت عايزين امل مباراة دي. خلينا نخش وش كده. نكلم بعض عادل بقى. كنت عايزين امل مباراة دي. عايزين تعتبروها تعدي وخلاص اعتبروا الاتنين متعدلين ومايلعبوش يعني ما تحطهمش في موقف يعرضهم لول خطورة وتحط صمعتك وتحط تقييمك أمام الرأي العام اللي بيتلكيك لك جزء منه انه يستعدك في حاجات زي كده يعني يعني حاسب بنكرر نفسين وبعدين يعني ادي الناس اللي اتفقت معانا في الرؤى مسائل واضحة ما فيهش مسائل متشخصانة بالعكس احنا مش اخدين موقف من حد بس مستغربين انا زعلان ان اليوم ده ضع كده يعني يعني داي العمر فرح وفي الترعة يعني ايه ايه الحكمة يعني والمدعوين وكلوا وقفين في الترعة ينزل لهم الشاي والقهوة والسد والشاة في الترعة نشوف كابتن فاروق جعفر في النيل الرياضة من المرات الليلة جدا اللي بختلف مع كابتن فاروق جعفر لانه مناقشة الامر وكان الظروف طبيعية فما فيش حد في حالته ما فيش حد يقدر يكون في حالته حالته يعني هو في ملعب في حالته وجوه في حالته عشان اللعيبه في حالته يعني انت تجريني على صابون وتقول انت ملك ماشي على طراطيف صابعك وبعدين لما تزحلق تقول انت كل خطوة هتزحلق لي احنا شوفنا لقطتين اللعيبة لوحدها في الملعب محدش معاها وبتزحلق يعني رمضان صبح في فوص الملعب بيزقوا كرة كده وراح وايه وقع على الارض لوحده مفيش حد جنبه على لبعد عشرة متر في كل اتجاه وتكرر التاني في لقطة اخرى مع اللعب اخر يعني واضح محدش يقدر يكون في حالته ما حسناش بالمهاجمين طب المهاجمين دول مش عايزين امداد مش عايزين اوفرات مش عايزين لعب جماعي مش عايزين دقلات مش عايزين تحضير كل ده كل ده حيتم على ايه على ملعب على سطح سطح يقدر تتحرك علي الكرة لكن انا اكتر واحد بقى بجد يعني عايز اقول له ليه كده خالد يا كابتن خالد يا كابتن خالد انت بتتكلم يعني انت كما انك انت ملكش دعب الموضوع خالص اللعيبة والملايين اللي اتدفعت طب انت وانت عيدوا في مجلس ادارة شفت الملايين اللي مدفوع في اللعيبة دي تحفزت عليها انت حفزت على مين يا عيدوا مجلس الادارة يا كابتن خالد انت بتقول الملايين اللي في الملعب معبرتش عن نفسها لا ده الملايين اللي في الملعب دي كويس اوي اللي بحدش منه متعور ولا كلكم كنتوا هتبقوا امام الرأي العام في موقف حارق جدا اكتر من كده اه طبعا تخيل لو اللعيب جالوا كسر مضاعف ولا انكر رجلوا تقطم ولا جالوا صليبي مين اللي كان كان فيه حد حيسكت لا الجمهور كان حيسكت ولا المسؤولين في الان دي ولا هتفرق اه لا مش هتفرق ده شيء تاني انت تعودك انك انت تسمع الكلام ده وتطنشه ده ده خاصة ميندس اكبر حاجة اكبر خطأ ارتكب انك انت طلعت الصورة عن الكرة المصرية كده بره ما انا بقولك والناس محدش حاسب انت بتقول بره اه طبعا طب لو حصل اصابات بقى لو الرجل المرفوع دي جد في منطقة ممكن تقذي قوي الرأي العام الخارجي بقى كان حيسطد الكرة دي او مش حيسطدها طبعا هو انت فاكر يعني انك يعني اللي بيرصد ظروف المباراة بسلبية ما حيدور على الحداث السلبية اللي جواها انت اديت فرص لناس تهاجمت تغمقتها اوي نشوف رأي الكابتن عناد متعب ومنازمة حنشوف مباراة قوية جدا انا انا اتفرجت على حرص العدود طلعت الجيش مباراة قوية جدا 3 صفل طلعت الجيش كسب 3 صفل مباراة قوية جدا وبرامتز كسب بتروجيت 2 صفل يعني فيه كرح انا في الوقت دا كنت باستعد عشان اجل يعني كان نفسي اشوف طبعا الماتش ما شفته اوش فانا عايز اقول لا الدور كويس فما بالك بالقال وزمالك الكريمة بتاعته كان ممكن يعملوا معانا ايه انما انا اقلهم اللحظة اروح طفل نور اقول الناس اتفرجوا نشوف الاستاذ احمد موسى والناقد الرياض والاستاذ عصام سالم في صدى البلد موسيقى 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 معانا قيرت موسيقى 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 فهو انا فى رأى النهاردة ان الزمالك كان افضل ان ي سيطر على معظم فتره تممسك وسط المرعب بيهدد تتكلمني على مطش تاني لا والله أنا والإستاب شايفينه غير المطش اللي تشفت الشوت الأولى اللي مسكتوا كمكورة غير اللي انت شفتوا يعني لا بجده والله لأخذ دقيقة الزبالك اللي كان بيسأل اللي بيهدد لأخذ دقيقة فرجان الساسي مكانش فيه إبراهيم عاد سول حاجة لا يعني نفس الغلق نفس المشكلة إنه ناس بتتكلم في فنيات في الوحل اللي كانت المبره فيه لا ما هو بيقوله ده ما هو حتى الأستاذ أحمد موسى اللي بتتفرج على حاجة يعني حاجة ما شفناش مطش تاني يعني صحيح إنما هو الحرس إنك شوفه أستاذ طبعا صام سالم رجل يعني نقد مخاضرة مؤديم وزم الكاوي جميل فهو بيناء الحاجات اللي اللي يعتقد اللي عمل يعني هو حتى رفت نظره الكرة اللي الناس كتير ما شفتهاش اللي قاله الكرة بتاعت الشناوي إن بيعتبرها فرص يعني قاله ده حقيقي ده تعبير جميل قوي الكرة ماشي وحدها في المية عادي سيحسبها المين يعني فالتقييم الموضوعي لا سيبك منه طيب هل السوشيال ميديا بقى وروادها شافوا المباراة قمة الطين بهذا الشكل ولا لا نشوف هذا التقرير أداء متحفظ وتعادل سلبي فرضته أجواء مناخية ماطرة على قبي الكرة المصرية وذلك خلال لقاء القمة 117 معه رأي الخبراء وجماهير السوشيال ميديا بأنه لم يكن في الإمكان أبدع مما كان عبر عن ذلك الخبير الكروي محسن صالح مغردا لا تسألوني عن مستوى ده كان سباحة ولعب الكرة في الهوى نفس الرأي لنجم الأهل يا سابق شريف عبد الفضيل الملعب يجبر اللاعبين على التعادل السلبي أما الفنان نبيل الحلفاوي فكتب معلش يا جماعة أنا شايف أن أي كلام في ميتش النهاردة يعتبر من قبيل العبث فيما غرد المحلل الكروي خالب بيومي برأي فني ختمه بالقول مطر جديد علي نخال الأسارتي أرضية الملعب فرضت الأداء والمستوى الفني وكتب جروب عشاق الأهلي اتحاد الكرة غرأ القمة وأحبط المشاهدين بفيلم جحيم تحت الماء كل العذر لجميع اللاعبين ومع إقرار الجميع بتأثير الأجواء المناخية يتحول جروب نادي القيم والمبادئ إلى دعم الفريق رجال الأهلي قادرون على الحصول على الدوري إن شاء الله يوافقه جروب الأهلاوي الواعي مباراة وأجواء صعب تقيم فيها أداء أو مستوى لكن الدوري لسه بدري والقادم أفضل معاك أهلي يتناغم جروب أهلاوي وأفتخر مع نفس الاتجاه الدوري في الملعب كنا ممكن نكسب وما حصلش نصيب فرقتنا مشيه بشكل كويس يستمر التناغم من جروب عائلة الأهلي الأهلي لم يحالفوا التوفيق لتحقيق الفوز في أجواء مناخية غير طبيعية ليتأجل الحسم ويخرب الزمالك سعيدا بالتعادل تنتقل الجروبات لدعم الأسارتي وعدد من اللاعبين فيظهر صوت الأهلاوية الأسارتي عمل العلي وأزار معزور والمعلم صالح لازم يلعب ويتحدث جروب مع الأهلي دائما وأبدا بتحليل طويل يختمه بتحدي أهلاوي الدوري أهلاوي رغم أنف الجميع مع العودة إلى توتر تكتب الفنانة ندا بسيوني أجمل ما في اللقاء الروح الجميلة بين اللاعبين لسه الدوري طويل يوافقها نجم الأهلي الغائب للإصابة محمد محمود مغردا بنبرد ثقة الدوري أهلاوي نختتم جولتنا مع وائل جمعة صخر الدفاع الأهل السابق الذي أبدع طيراضه الضمي على غياب الجمهور الأهلاوي عن اللقاء فغرد قائلا بدون جمهورك زيك زي غيرك بالتوفيق في اللي جاي أهلي إحنا بنقفل ودخلين على اللحظات بكر الأهل والاتحاد معلش اللحظة واحدة بس الأهلي لماذا يشعر بالغضب وجمهور يشعر بالغضب رغم أنه مغسرش المباراة ورغم أنه فرصه في الدوري فرق نقطتين والحصوص قائمة بشكل قوي لأنه كان يعاول على هذه المباراة وجهزية فريقه والحالة معنوية اللي كان فيها وكانت يعني نقول ستين أربعين للأهلي قبل المباراة هل اتحاد القرأ هل اتحاد القرة إذا تكررت الظروف هتتكرر قرارات ولا بولا هل اتحاد القرأة هولا ستاد برج العرب وغدا لك برغم كل مقيم ده راح برج العرب بعد ما باز يعني بعد ما باز اكتر لان انت لما بتلعب على ملعب بيتصلح في الظلة كل هذا الماء بيبقى حفر يصعب ترميمه والغريب يتقال الصداء لتكافؤ الفرص لان الزمالك لعب مع الاتحاد في برج العرب فالاهل لازم ان يروح برج العرب طب الزمالك لما لعب مدامنا احنا شمعت تكافؤ الفرص اللي بيعلاقوا عليها كل حال طب الزمالك لعب مع الاتحاد مكانش كان ملعب سليم مكانش في بطر وكان لعب ملعب اللي كان لا وكان حالته من كم شهر عاملة ازاي لكن هو نوع من المضايقة وخلاص قادل حالة الملعب ساعة لما الزمالك لعب عليها طب رجعني يا عمي شهر ونص طيب عايشة كان في الفرص ألعب في الملعب ألعب ده ملعبش في التاني ملعب اسمه ايه في تم ايه أنت تسميه بقى زي ما تسميه عايش ألعب في الظروف دي عشان الأهل ما بيعترضش لكن الناس تمسك في كلمة لا تكافؤ الفرص وكأنه في القسم مش في الحالة قس على ذلك كتير أو لما قالك الأهل لازما يلعب مع بيرامتز قبل ما يلعب زمالك وزمالك قالك الأهل لازم يلعب مرشاته قبل ما يلعبني أوزمالك لغاية دلوقتي ملعبش مع الإسماعيل والأهل ما تكلمش لأنه مش فاضي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح على خير موسيقى